كشف مكتب الاستشارات والدراسات والتوظيف العالمي في الجزائر عن عودة أكثر من ثلاثين جزائري مغترب إلى الوطن حيث قاموا بإبرام عقود محلية مع مؤسسات خاصة قصد الاستثمار فوزيام السعدي والتفاصيل تشجيع عودة الكفاءات والأدمغة الجزائرية المقيمة بالخارج للاستثمار والحصول على فرص التوظيف في الجزائر جعل من مكتب الاستشارات والتوظيف العالمي في الجزائر حلقة وصل هام بينهم وبين المؤسسات الاقتصادية استغلال الكفاءات بتجربة عمل ذات المستوى الدولي مهم لكن يبقى التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية والجامعات التكوينية ضروري لتشجيع البحث في تسيير المؤسسات تشجيع عودة الكفاءات والأدمغة الجزائرية إلى الوطن مهم في مسار الشباب لكن الأهم هو توفير ظروف مناسبة للعمل وتوفير المحافزات لجذب الكفاءات المهاجرة وإقناعها بالعودة الذي يبقى بالأمر الصعب